وفي إطار زيارة الدولة الرسمية لجلالة الملك المفدى حفظه الله إلى الجمهورية التركومنستانية شقيقا عقد في العاصمة التركومنستانية عشقباد منتدى الأعمال البحريني التركومنستاني بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين وقد تم على هامش المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين في ظل توافر الفرص الاستثمارية بين البحرين وتركومنستان في عدد من القطاعات الاقتصادية عقد منتدى الأعمال البحريني التركومني والذي يأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها عاهل البلاد المفدى يده الله إلى جمهورية تركومنستان هذا المنتدى من شأنه أن يعطي دفعة قوية نحو الارتقاء بالتبادل التجاري بين البلدين وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة وفت مع جلالة الملك في زيارة رسمية إلى هذه المدينة والبلد وثانيا حضور هذا المعرض يتخيل لي اليوم اكتشفنا عن الصناعة في صناعة الأخذية في أشكبات ويتخيل لي عندهم صناعة ممتازة إن كانت المأكولات إن كان في المواشي يتخيل لي في مجال للتعاون مع مدينة أشكبات وتركومنستان من أجل التصطير يعني الأمن القذائي هو من أحد أهداف مملكة البحرين ويتخيل لي التعاون مع هذه البلد ممكن أن نجد مجال كبير للتعاون ويتخيل لي وجود قرفة التجارة اليوم في هذا الوفد يعطي لنا فرص لبحث ما هي مجال التعاون معهم كما تعلموا بأن البحرين وتركومنستان بلدان تربطهما علاقات طيبة ولا تبعد بينهما مسافات كبيرة أيضا بالنسبة لي أعتقد أننا جاران ونملك فرص كبيرة لتطوير العلاقات بيننا خصوصا في مجال التجارة والتعليم هناك فرص متميزة تنتظر بلدينا المنتدى ترجم فعليا ما يطمح إليه البلدان في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتطوير التعاون بين الجانبين التفاقية طبعا اللي وقعت بيننا وبين غرفة التجارة وصناعة تركومنستان طبعا هي تفاقية التعاون وتفاهم بيننا وبين تركومنستان لتعزيز التعاون التجاري والصناعي وتعرف على مجال استثمارات بين البلدين إن شاء الله ومحاولة تقريب التواصل بين تجار البحرين وصناع البحرين مع تجارة تركومنستان وصناعها كذلك للوقوف على أطر ومجالات التعاون بينهم نوقع مذكرتين تفاهم بين شركة الخليج لصناعة البترو كيمويات وبين مؤسستين حكوميتين في جمهورية تركومنستان التي هي تركومن قاس وتركومن كيميا لدراسة فرص استثمار في مجال البترو كيمويات والأسمدة الكيموية تركومنستان الآن تعتبر رابع دولة في مخزون الغاز الطبيعي ونستخدم الغاز الطبيعي لإنتاج مواد بترو كيموية المنتدى أيضا أكد على أهمية التعاون في تنظيم المعارض والمؤتمرات وخلق فرص التصدير وإقامة المشاريع المشتركة حيث تتمتع تركومنستان بمقومات اقتصادية في عدد من القطاعات كالنفط والغاز والأغذية والنسيج يأتي العقاد منتدى الأعمال البحرينية التركومنية ليؤسس مرحلة جديدة من التعاون على المستوى الاقتصادي والتجاري كما أكد الجانبان ضرورة مواصلة تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في كل ما من شأنه تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بسام لبدوي لتلفزيون البحرين عشق أباد